على مدى أكثر من خمسين عاماً ظلت الدبلوماسية المغربية مطبوعة بالتروي والاعتدال واعتباد سياسة مسالمة مهادنة مرنة تتبنى الحوار كأفضل سبيل لتسوية النزاعات وهو النهج الذي دأب عليه المغرب في تعاطي مع مختلف القضايا وطنية كانت أو دولية في السنوات الأخيرة اشتهرت الدبلوماسية المغربية بالأداء الحكيم والمتبصر نتج عنه انتصارات كبيرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعل من أبرز هذه الانتصارات الدبلوماسية التضامن الدولي الواسع مع تحرير معبر الجرقرات ثم توالي إنشاء تمثيليات دبلوماسية في مدن الصحراء المغربية وانتهاءا باعتراف الولايات المتحدة بسيادة الكاملة للمغرب على صحرائح للحديث عن الانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمغرب تحضر معنا في الستوديو الأستاذة كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للديبلوماسية بالمغرب سيدتي أهلا وسهلا بك مساء خير وشكرا على الاستضافة أهلا بك كيف تفسرين أستاذة يعني توالي الانتصارات الدبلوماسية للمغرب من قبيل الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية كذلك الكم الهائل من القنصليات التي افتتحت في مدينتي العيون والداخلة كيف تفسرين يعني توالي هذه الانتصارات في بداية الأمر يعني في السنوات الأخيرة كانت هناك جهود مهمة سواء جهود ديبلوماسية ملكية وكذلك جهود الدولة المغربية بصفة عامة بكل مكوناتها في الترافع على مغربية الصحراء وهذا أكد على جوهرية القضية الوطنية بالنسبة لكل المغاربة كذلك عزز يعني شرعيات القضية بالنسبة للمغرب على المستوى الدولي في المحافلة الدولية كذلك أن المغرب يعني استطاع من خلال تنويعه للعديد من الشركات الدولية أن يحشد العديد من الدعم لمجموعة من الدول التي كانت مواقفها متدبدبة بالنسبة للقضية الوطنية وخصوصا أن المغرب كانت له مجموعة من المبادرات تنائية وكذلك متعددة الأطراف فيما يتعلق بالعلاقات السياسية وكذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارات التي استطاع المغرب أن يستقطبها من هذه الدول خصوصا في الأقاليم الجنوبية وما يعني فتح القنصوليات الأجنبية في الأقاليم الجنوبية سواء في الدخل أو العيون ما هي إلا اعتراف ضمني بدعم هذه الدول لشرعية المغرب في صحرائه ومن خلال الخطاب الأخير لصاحب الجلال الملك محمد سيد سنسر الله عادت تأكيد على أن المغرب اليوم لا يفاوض على صحرائه ولكن المغرب دائما ملتزم بالشرعية الدولية لإيجاد حل سيني واقعي نعم أكيد أستاذ سوف نعود إلى هذه النقطة نقطة الخطاب الملكي في سياق النقطة الأولى قد يتساءل البعض سواء كان صديق أو خصب للمملكة كيف للمغرب أن يحقق كل هذه الانتصارات في وقت وجيس؟ لا يمكن أن نقول أن المغرب حقق هذه الانتصارات في وقت وجيس لأن المغرب كانت له استراتيجية ديبلوماسية حكيمة استباقية استطاع من خلالها توحيد الجهود سواء الداخلية والخارجية من خلال الشركات التي أقمها المغرب مع العديد من الدول والتعبئة الدولية وكذلك الترافع الدولي المحترف في المحافل الدولية التي خلت أن المغرب يحقق العديد من الإنجازات في وقت وجيس وكذلك يمكن أن نقول أن أيضا الاستفزازات التي تعرضت لها المغرب وعديد من المناورات التي تعرضت للمغرب خصوصا في الآونة الآخرة سواء من الخصوم المباشرين أو الخصوم الغير مباشرين يعني ربما عززت موقف المغرب وشرعيته في القادية خصوصا أن المغرب تعامل بطريقة متزنة في هذا الإطار ولم يرد على العديد من الاستفزازات لكنه نهج منهجية القانون والقانون الدولي في هذا الإطار نعم إذن هل يمكن أن نعتبر بأن هذه النجاحات الديبلوماسية والانتصارات هي السبب في هذه الحملة الحملة المسعورة من طرف الجزائر خصيصا؟ لا يمكن أن نقول المغرب من خلال العديد من المواقف التي نهجها يؤكد للمجتمع الدولي أن المغرب هو دولة سلم دائما تدعم الحلول السلمية ومن خلال جميع المبادرات منذ مبادرة الحكم الداتي تحت السيادة المغربية وكذلك العديد من المبادرات التي قام بها المغرب أكدت واقعية وشرعية القادية على المستوى الدولي ربما هذا استفز العديد من الخصوم التقليديين وكذلك الخصوم الغي مباشرة للمغرب إذن هو عامل من العوالي عامل من العوالي لكن لا يمكن أن نقوله العامل الأساسي لكن المغرب يمكن أن نقول أنه تعامل بدكاء لأنه يؤكد دائما على همية الأمن والسلم وكذلك استقرار المنطقة أنه لا يرى فقط صراع هذا النزاع المفتعل يعني ما بين المغرب والأطراف المباشرة التي حدثتها الأمم المتحدة لكنه يؤكد على أمن واستقرار المنطقة ككل نعم وهذا ما نلاحظناه بالفعل في الخطاب الملكي الأخير يعني الذي تميز بالكثير من الهدوء والحكمة برأيك أستاذة كيف يمكن أن يساهم ذلك في تعزيز الثقة بين المغرب وعلاقاته الدبلوماسية الخارجية الدولية أقصد أولا بغض النظر على الخطاب الأخير يمكن أن نؤكد أيضا على الخطاب العرش مثلا الذي يعني أكد على يعني انفتاح المغرب على الجارة الجزائر ومد اليد للحوار وإيجاد حل يعني سلمي لهذه القضية وكذلك يعني جدد الدعوة التي طالما دائما كان يجددها لفتح الحدود إلى غير ذلك فهذه ليست المرة الأولى كذلك في الخطاب الأخير أكد على يعني الازدهار واستقرار وأمن يعني جميع الدول في المنطقة المغربية وهذه رسائل ربما يعني مباشرة لهذه الدول يعني تعاون لإيجاد حل يعني سلمي وكذلك لدعم هذه الجهود لأن الاستفزازات وهذه المناورات لجر المغرب أو المنطقة لحرب مفتعلة أو لتأكيد على نزاع مفتعل لا يخدم مصالح أحد لا سواء في المنطقة المغربية وأيضا لا يخدم أيضا مصالح الأستراتيجية للدول المجاورة وكذلك حتى الشركاء الدوليين والمنتظم الدولي في هذا الإطار نعم في رأيك دائما أستاذة يعني هل هذه الدبلوماسية المغربية في ظل الحرب الإعلامية المتواصلة من جانب الجزائر دائما هل تعتقدين بأن المغرب سوف ينهج دائما هذه السياسة أم ربما سوف يغير من طريقته مستقبلا مع معطيات ومؤشرات جديدة ربما تقع مستقبلا أنا في اعتقادي إذا ما قمنا بتحليل طريقة التعامل للمغرب في هذه القضية مع العديد من الاستفزازات طبعا كانت هناك تفاوتات في رد المغرب على هذه الاستفزازات لكن نؤكد على أن المغرب اليوم أصبح ينهج منهجية الصراحة الواضحة من خلال مثلا تأكيد جلالة الملك على أن اليوم نطالب شركاءنا خصوصا شركاء الذين لديهم مواقف غير واضحة ليكون عندهم مواقف واضحة في هذه القضية وخصوصا المعطى المهم الذي أكد عليه صاحب الجلالة هو أن اليوم لا يمكن أن ننهج أي استثمار أو أي شراكة اقتصادية دولية أو أي اتفاقية دون الأقاليم الجنوبية لأننا لاحظنا في الأولى الأخيرة أن هناك بعض الدول يعني كانت لديها مواقف في الخفاءة وكذلك كانت لديها مناورات لكي تحدث من بعض الاتفاقيات الدولية مع المغرب الأقاليم الجنوبية وهذا كان جوابا صريحا للدول سواء المعلنة أو الغير المعلنة أن المغرب اليوم هو دولة سيادية والمغرب في صحرائه ويعني لن يتعامل مع أي دولة تضرب في العمق السيادة الأقاليم الجنوبية نعم إذن في هذا الإطار هل نتوقع المزيد من الانتصارات المغربية مستقبلا خاصة مع تأكيد جلالة الملك محمد السادس على أنه لن نتعامل مستقبلا مع أي بلد له مواقف مزدوجة اقتصاديا هل نتوقع المزيد من الانتصارات؟ أظن ذلك لأن اليوم المغرب الموقع الجيوستراتيجي والسياسي للمغرب على الخريطة الدولية وكذلك كما قلت سابقا تنويع الشركاء الدوليين في هذا الإطار يعني ساهم بشكل كبير على تعميق العلاقات مع العديد من الدول وكذلك المواقف الصريحة لتأكيد على مواقفه السيادية جعل العديد من الدول لمراجعة حسابتها فأظن أن بعض الدول سوف تراجع طريقة تعاملها مع المغرب في هذا الإطار وسوف ينهج المغرب مزيدا من الانتصارات ليس فقط على مستوى الأمم المتحدة ولكن أيضا على مستوى الاتحاد الإفريقي نعم الأستاذة كريمة غانم رئيسة المركز الدولي لديبلوماسية بالمغرب شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات